مواليد برج الجدي كيف بدك تختم شهرك من شهر سبتمبر-أيلول من 23 إلى 30 الشهر برج الجدي أنا بقلك الأمر بيكون عندك 23-24 أمر عندك هوني ما حدا قدك صلك يمكن يومين كنت تعبين هوني أنا بقلك أنت بتكون من أحلى وأقوى الأبراج لأنه عطارت كمان عم بيخليك تكون عم بيعطيك حقك وعم بسهل لك أمورك بالسفر بالوراق بالقضايا فهون اليومين أنا بيعطيك الدول الأخضر لكافة الإنجازات على كافة الأصعدة يومين رائعين أوي قلبك وهجوم ما تخاف من شي من بعدها الأمور بتصير ميلية بحة تنينة وتلاتة وكأنه بدك تحل أمر عالي أو وكأنه بدك تسدد يوم وكأنه بدك تدفع بدك تشيل بدك تحط هون الأمور كلها بتطالك بولود برج الجدي فتدفع مساري ولكن عندك مكاسب ميلية من أعمال إضافية والبعد يمكن يسمع بيخبر ناطر ووظيفة أو شي بخص مشروع جديد هون الأمور بتطالكون الأمور بدك تصير بعد أحلى يعني بدك تختم شعرك بطريقة حلوة وقت الأمور بنتقل لبرج الحوت 27 و28 بترتفع شعبيتك أكتر واجتماعيتك بتزيد ولكاءاتك بتكون حلوة أنت بتكون صاحب كلمة أنت بتكون صاحب كرار أنت بتكون معطاء وقوي بكل خطوة بدك تقوم فيها بيضوى عليك للمصالحات كتير حلو للمؤتمرات للعقود للإجتماعات هول اليومين بيكونوا رائعين من بعد الأمر جمع أو ثبت وكأنه بيقلك الأمر ببرج الحمر استكين عود وارتاح لأنه بيطلع لك ترتاح مولود برج الشديد من كدر التعب والركض والشغل اللي اشتغلته بيصير بدك تقعد ببيتك تهتم بعائلتك تهتم بولادك تهتم بالزوجة تهتم بالأم بالبي تغييرات يمكن بتنصموا لشي مناسبة معينة هيدول الأمور كلها بتطالقون ولكن لا يعدون هولي آخر يومين محصوصين لأن الأمر بتكون تربية مع برجك فيه شي بقلب البي بتكون تحضروا له بتهتموا فيه وهيك بنكون بتنهون الشهر بالبيت ومع العيني بس ما تفرضوا رأيكون على الأهل وبشوفكون الشهر المقبل